في القناة الوطنية التعليمية إليكم شرح مفصل لمادة اللغة العربية درس اسم الفاعل للصفوف المهنية خاصة بالفنون التطبيقية والفرع التجاري والزراعي والصناعي اسم الفاعل وعمله في البداية اسم الفاعل هو على وزن فاعل إذا كان الفعل ثلاث يكون على وزن فاعل إذن باوع على ذني الجمل العاقل تارك لسانه العيب الجاد حاصد ثمرة جهده يخطب الإمام رافعا صوته أمنصف أنت مع العاملين اعتمدت على مهندس متقن عمله ما مرتكب المؤمن ذنبا يشوفوا اللاحظ أنه اسم الثلاثي يعني شن الفاعل الثلاثي يعني يتكون من ثلاث ثلاثة أحرف يشتق اسم الفاعل على وزن فاعل حضر حاضر ذهب ذاهب قرأ قارئ قام قائم فهذه تكون على وزن فاعل أما غير الثلاثي يعني رباعي خماسي سداسي يعني به أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو سداسي إبدال الياء نحوله إلى مضارع وبعديا نبدل الياء مالتياء المضارع عميما مضمومة خلي عليها ضمه وكسر ما قبل الآخر وكسر مثل يستخرج استخرجه بالماضي يستخرج بالمضارع صير مستخرج مستخرج شوفوا الراء تكسر الراء وتضم الميم أيضا عدنا هنا اسم الفاعل عمل اسم الفاعل يعمل اسم الفاعل عمل فعله يعني شنو عمل فعله يعني إذا فعله لازم هو ياخذ فاعل الكلمة اللي وراه تاخذ ستكون نعربها فاعل وإذا متعدي الكلمة اللي وراه نعربها مفعول به لفعل لاسم الفاعل أن يكون محلى بأل يعني بأل التعريف وهذا ما إلى سواء أي قيد أو شرط سواء كان في زمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل زيان يكون عمله بدون شرط أو قيد يكون شنو دون شرط أو قيد يعني سواء كان الزمن الماضي أو حاضر أو مستقبل مثلا جاء المكرم ضيفه أمس هنا المكرم بها ألف ولام فبما أنه بها ألف ولام عملت عملت المكرم ضيفه أمس أو الآن أو غدا إذا كان في زمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل المهم أن المكرم إجد بها ألف أولام هذا الشرط الأول مكرم من الفعل كرم يكرم مكرم إذا كان مجردا من الألف ولام فيجب أن يكون الفعل في زمن الحال أو الاستقبال ويكون مسبوق بنفي أول شي زمن الحال أو الاستقبال يجب أن يكون مسبوق بنفي ما مخلف حر وعده شوفوا مخلف مخلف هو من خلف يخلف مخلف اللي هو مخلف اسم فاعل رباعي بدلت الياء إلى ميم وكسر ما قبل الآخر وأيضا إذا كان مسبوق باستفهام أمنجز أخوك واجبه أو يقع خبر لمبتدأ خالد مسافر أخوه خالد مسافر أخوه نعم وقع خبر للمبتدأ خالد أو يكون مأخوذ من فعل لازم يعني شنو فعل لازم فعل لازم يعني ما ياخذ مفعول به يعني الجملة تكون تامة المعنى مع الفعل اللازم مثلا ذهب محمد هذا ما تحتاج أن نقول ذهب محمد يعني احتاج إلى مفعول به فهنان مثلا خالد شاكر ربه شكر ربه خلص زين اهنان مأخوذ من فعل إذا كان العفو إذا فعل لازم مثل خالد مسافر أخوه اهنان سافر أخوه بذا نرجح إلى الفعل الماضي سافر أخوه من سافر أخوه ما يحتاج أنه أحتاج إلى مفعول به فهذا يكون فعل لازم أو مثل سافر خالد بينما من أقول كتب محمد هنا فعل يحتاج إلى متعدي شاكل يعني شنو معناه كتب لازم أقول كتب محمد الدرسة أو كتب محمد محمد القصة فهنان صارت شنو صار فعل متعدي فهذا الفرق أنه الفعل اللازم أنه ما يحتاج إلى مفعول به ودائما الفعل اللازم اللي يأتي بعده فاعل بالأحتي على اسم الفاعل مالته اسم الفاعل يعني مثل لو أعرب هنا خالد مفتدأ مرفوع مسافر خبر لخالد أخوه ما أعربها مفعول به لإسم الفاعل ترى خطع أعربها فاعل لإسم الفاعل ولو وإحنا ما نقول فاعل لإسم بس هي فاعل لإسم الفاعل مسافر ليش لأنها لازم لأنه فعل لازم ما ياخذ مفعول به أنتبه على هذا الشي نجعل الفعل المتعدي أو يكون فعل متعدي مثل خالد شاكر ربه لو أرجع الكلمة الفعل شن الفعل شكرا خالد ربه شكرا خالد ربه شوفوا من أقول شكرا خالد وأسكت صار فعل متعدي فلازم أسوي فعل أسوي فعل أشوف الفعل أحتاج هنا شكرا خالد ربه أصبح شنو فعل يحتاج إلى مفعول به فهنان خالد مبتدأ وشاكر خبر وشاكر خبر لكن ربه شنو تعرف هنا مفعول به بإسم الفاعل شاكر منصوب علامة نصبه الفتحة أو يقع صفال موصوف يقع صفال موصوف اعتمدت على مهندس متقن عمله دائما الصفة الصفة تكون الصفة تفرقها عن الحال دائما الطلاب ما يفرقون بين الصفة والحال شوف الصفة تأتي بعد نكرة يعني اعتمدت على مهندس مهندس نكرة متقن هنا صفة صفة مجرورة ليش لأن مهندس مجرور حرف جر فمتقن شنو صفة صفة موصوفة عرفتوا ليش مهندس نكرة ومتقن نكرة فهنا متقن تصبح صفة لو لو غيرت وقلت اعتمدت على المهندس متقن عمله هنا المهندس صارت معرفة فلازم هنا متقن شنو أصبح حال تمتوا يعني اذا بعض الصفات بعض النكرات الصفات وبعد المعارف أحوال شوفوا وصل المسافر حاملا حقائبه هنا حاملا حال ليش لأن المسافر شنو المسافر معرف بأل أو وصل محمد أيضا اسم التعريف معرف اسم علم فإذا كان معرف بأل أو اسم علم يكون بعده شنو حال يكون بعده حال ويكون عراب متقن هنا صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة وعمله مفعول به لإسم الفاعل متقن ليش لأن يتقن عمله يتقن محمد عمله أحتاج أحتاج إلى مفعول به فمن أحتاج إلى مفعول به أعرف إلى مفعول به لإسم الفاعل وكذلك هنا وصل المسافر حاملا حاملا حال منصوب علامة نصبه الفتحة وحقائبه شنو حقائبه راح تكون حقائب مفعول به لإسم الفاعل حامل محمد حقائبه أو حامل المسافر حقائبه ومن أرجح إلى أصلها لازم أنه هذا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به فمن يحتاج إلى مفعول به يجب أن أعرف مفعول به لإسم الفاعل يعني صار معلوم أنه فقط عندنا فقط بالفعل لازم نعرف ما بعد اسم الفاعل فاعل فقط بالفعل اللازم ما عدا إذا كان فعل مفعول لا ما يعرب يعرب مفعول به لإسم الفاعل نجي هنا هذه التمرين الأول أو مثال منط مثال العفو قال تعالى لعلك لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بك صدرك صدرك وضائق به صدرك يجي هنا أنا تارك بين لعل من أخوات كان ترفع الأول وتنصب الثاني فتارك رح يصبح اسم لعلى منصوب مرفوع نامة رفعه ضم الظاهر على آخري بعض بما أنه ترك محمد بعض أو ترك الشخص يعني ترك يحتاج إلى مفعول به فمما أنه الفعل ترك أو يترك ويحتاج إلى مفعول به فعرف بعض مفعول به لإسم الفاعل تارك مفعول به لإسم الفاعل تارك أوكي نجعل الوراهة لست جاحدا فضلكم فضلكم هنا جاحد فضلكم رح تكون مفعول به لإسم الفاعل جاحد ليش؟ لأن جاحد فعل متعدي جحد محمد النعمة جحد الرجل النعمة فأحتاج إلى مفعول به على موضع تكون الجملة تامة المعنى فرح نعرف مفعول به الاسم الفاعل جاعد منصوب بالفتحة وهو مضاف والكاف مجرور بالاضافة والميم ميم الجماعة أخوك شعرا شعرا هنا مفعول به الاسم الفاعل ناظم شوفوا ناظم ناظم مبتدأ مرفوع علامة رفعها الضمة أخوك مفعول به عفو أخوك خبر خبر ناظم مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الاسماء الخمسة فشعرا رح يكون مفعول به الاسم الفاعل اللي أردق لكم يا مثلا أنه نرجع نظم أخوك الشعر فهنا ناظم احتاج شنو احتاج أنه فعل متعدي بما أنه الفعل متعدي ما يصير أقول أخوك هي الجسمة لا يعني لو أرجع الجملة إلى أصلها نظم أخوك الشعر نظم فعل ماضي أخوك رح يصير الفاعل شعرا رح يصير مفعول به فإذا شعرا لازم تكون هنا مفعول به الاسم الفاعل ناظم على اعتبار أنه حول اسم الفاعل إلى ناظم هذا بالنسبة إلى هذا التمرين هنانا عدنا أعرب ما تحته خط لست جاحدا نعمة ربي جاحدا اسم ليس منصوب علامة نصبه الفتحة ظاهر على آخره ونعمة مفعول به لاسم الفاعل جاحد منصوب بالفتحة ليش مفعول به لأنه جحد مثلا محمد النعمة فالنعمة هنا صارت مكانها مفعول به بالفعل جحد أو يجحد قاطع خبر مرفوع لأن الحق مفتده فقاطع خبر مرفوع الباطل هنا مفعول به لاسم الفاعل لأنه يقطع مثلا سيف سيف الحق الباطل شوفوا يقطع سيف الحق الباطل سيف مكانها فاعل بس هنا رح يصير مكانها مكانها شنو من أرجحها يقطع سيف هنا صارت فاعل فإذا هنا الباطل رح يصير مفعول به لإسم الفاعل قاطع منصوب وعلامة نصبه للفتحة الظاهر على آخر نرجع هنا عندنا هات ما يأتي اسم فاعل يعمل عمل فعله يعرب حال بسيطة وصل محمد بس نجيب معرفة نخلي قدامها وصل محمد حاملا حقيبته اسم فاعل يعمل عمل فعله دالا على الماضي جاء المعطي الفقراء الفقراء من احنا خلينا المعطي الفلام عن المود يعمل خلينا أمس عن المود يصير بالماضي المؤمن مستغفر ذنبه هذا فعل سداسي مستغفر هو فعل سداسي ذنبه اسم فاعل مشتغ من فعل لازم فعل لازم مثلا من أقول سافر أخوك خلص هو هذا الفعل اللازم فأسوي جاء المسافر ليش يعني يريد يرفع من فعل لازم يرفع يرفع فاعلا يرفع اسم فاعل مشتغ من فعل لازم يرفع فاعلا هذا رفع الفاعل اللي هو أخوك فاعل اسم الفاعل المسافر عدنا أيضا امون جزء طالب عمله اسم فاعل معتمدا على استفهام امون جزء طالب عمله امون جزء طالب واجبة هذا بالنسبة للتمرين الثاني بالنسبة للتمرين الثالث عدنا التمرين الثالث نرجع عدنا هنا التمرين هذا وهذا شرحناه التمرين الأول وهذا التمرين الثاني والتمرين الثالث هو مجرد كلمات الفعل استخرج مستخرج فعل سداسي إبدال يا المضار عميما وكسر ما قبل الآخر أكرم ومكرم فعل رباعي إبدال يا المضار عميما وكسر ما قبل الآخر حضر حضر فعل ثلاثي يشتق على وزن فاعل تعلم ومتعلم فعل رباعي إبدال يا المضار عميما وكسر ما قبل الآخر واستوفي مستوفي فعل سداسي إبدال يا المضار عميما وكسر ما قبل الآخر بالنسبة للتمرين الوراء عين اسم الفاعل وبين سبب عمله ودل على معموله أول وحدة الظالم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها فالظالم اللي التعريف أهلها معمولها اللي راح يصير يظلم أهلها فهنا أنا أهلها شنو مفعول به لإسم الفاعل الظالم محمد منفق هنا منفق صايرة خبر أمواله راح يصير ينفق محمد أمواله إذا رجع فأمواله هي مفعول به القاطف ثمرة وقته حكيم فرح يصير القاطف فيها للتعريف جاء عرامها مبتدة وثمرة راح يصير مفعول به لإسم الفاعل يقطف مثلا الطالب ثمرة وقته أو يقطف الحكيم ثمرة وقته فثمرة هنا أصلها مفعول به أمنجز أخوك وعده منجز استفهام وعده راح يصير وعده أيضا فاعل لإسم الفاعل على اعتباره ينجز أخوك وعده الشيء اللي هناك قلنا أمنجز أخوك وعده منجز إحنانا إعراب إعراب منجز أخوك ولو هو ما طالبها بس هنا منجز مبتدأ أخوك منجز أخوك أخوك فاعل لإسم الفاعل ينجز في محل قد سد ما سد الخبر سد ما يطالب من عدكم هذا فهي يكون إعرابها وعده مفعول به لإسم الفاعل لأن ينجز أخوك وعده إذا رجح الأصل همعناها ينجز أخوك وعده أو أنجز أخوك وعده فأنجز فعل أخوك فاعل وعده مفعول به من راح ناخد حول ذلك راح يصير اسم فاعل واسم الفاعل راح يصير فاعل لإسم الفاعل ورح يكون مفعول به لإسم الفاعل غالبا أنه ما تجي يعني أنه أكثر الأحيان نادرا أنه يجي فاعل لإسم الفاعل المهذب السامع الكلام المهذب هنا مبتدأ السامع الخبر الكلام رح يصير مفعول به لإسم الفاعل سامع المهذب ويسمع المهذب الكلام الخامسة العفو الخامسة ما كاتبها اللي هي الخامسة السامع الخامسة السامع والكلام رح يصير مفعول به لإسم الفاعل السامع السادسة غافر غافر ذنوبة أيضا غافر هنا خبر هنا السامع خاف بها أل التعريف السامع بها أل التعريف هذا مبتدأ المهذب السامع صار هنا مكانها خبر وأيضا هي خبر إضافة إلى أنه بها ألف أولى نجي هنا نستخرج الفاعلين أسماء الفاعلين إني ذاهب وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه فذاهب ذهب وقال تعالى وأم السائل فلا تنهر السائل سأل ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون الخاسر أصلها الفعل مالتها يخسر أو خسر هنا هناك خطأ بالكتابة خسر الفعل خسر المتقين اتقن المتقين اتقن وأخيرا قائم قائم فنادته الملائكة وهو قائم إن المتقين في جنات وعيون المتقين اتقن وفنادته الملائكة وهو قائم قائم هو قام بس هنا الطلاب النقطة الثالثة هنا الفعل مالتها خسر الفعل مالتها خسر وليس خاسر شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشخص يعني ترك يحتاج إلى مفعول به فمما أنه الفعل ترك أو يترك ويحتاج إلى مفعول به فعرف بعض مفعول به لإسم الفاعل